أظهرت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين الرئيس جو بايدن والمرشح الجمهوري دونالد ترامب تفوقاً للأخير بشكل يؤكد عودته لكرسي الرئاسة قريباً مسؤول في البيت الأبيض ذكر أن صعود ترامب للرئاسة الأمريكية للمرة الثانية له ثقل على أوروبا والصين وإيران ووكلائها في العراقي ومنطقة الشرق الأوسط وأشار إلى أن ترامب لديه خطة لتعامل مع العراق في إطار حملته على إيران ووكلائها مرجحاً تكرر ما أمر به في مطلع عام 2020 والمتمثل بضرب قيادة إيرانية وعراقية في مطار بغداد وأضاف أن الحكومة العراقية ستجد صعوبة في التعامل مع ترامب في ظل شروط جديدة لواشنطن بحسب تعبيره